مسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام من رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ للتحفظات القيود نستخدم المترجم للقوانين لحقوق النشر حوضًا أكبر وكذا ركب هذه الحقوق فى الملكية تصوتيات على الإنترنت made it illegal for anyone too circumvent encryption schemes placed on digital media تفكيك التشفير على بعض digital media circumvent copy control even for fair use purposes وكذلك حتى إن كان ذلك الاجتخدام العاد إذا كان في تشفير ليس من يحقك أن تفكي التشفير digital rights management منظمة actions owners of intellectual property take to protect their rights تساعد أصحاب الملكية الفكرية أو تساعد أصحاب الملكية الفكرية في حناية حقوقهم approaches الطريقة encrypt digital content بطريقة التشفير أو digital marketing digital marketing so devices can recognize content as copy protected وكذلك ممكن ندخل concept الـ copy protected عملية أن هذا يعتبر غير قابل للنسخ secure digital music initiators مبادرات لتأمين digital music أو الصوتيات بطريقة التشفير goals الأهداف create copy protection cds النقطة الأولى أن نتفعيل أملية الـ copy protection secure digital music music downloads وكذلك حماية أملية download الصوتيات consortium of 200 companies developed digital watermarking scheme وكان كذلك في في فسال في العملية internet copying became huge before SDMI ربي SDMI اللي هي secure digital music initiative some SDMI sponsors were electronic companies digital watermarking encryption cracked وكذلك تم عملية فك التشفير موسيقى صدق موسيقى 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 is checked with extended copy protection بنظام عملية الكافي protection بنظام الDRN لغو digital rights management prevent the users from ripping يحمي من عملية الripping audio tracks into MP3 format تحويل MP3 format making more than 3 backup copies maximum forever replied upon windows rootkit that hide files التخفير الملفات and processes والعملية إخفاء الملفات والإجراءات usually only hackers use rootkits huge public outcry one secret uncovered وكذلك في الأغلب إذا تن تشفير إذا كان شيء مشفر decryption له فتلقى ينتشر هذا المنتج بعضهم يستخدمها استراتيجية معاكسة للتسويق قد يخسر جزئية معينة ولكن لا يستخدمها للتسويق لأن العالم إذا سنعت هذا فري فترة محددة فترة محددة تلقى العالم إذا أعلم كثير حتى لو كان سيء المتوسط سوني PMG stopped production and compensated consumers توقع هذا المنتج وعوضت المستحكين الزبان كثير encrypting DVDs تشفير DVDs contents of DVDs encrypted using content scramble system CSS need decryption keys to view a DVD في حد decryption وفك التشفير جوهانسون wrote a decryption program for Linux استخدام Linux برنامج لفك التشفير 2600 magazine published the code كان مشرف في 2600 مجلة motion pictures studio 2600 magazine and one عملات الدعاء على 2600 مجلة وربحت هذا الدعاء جوهانسون tried in Norway and found Nutken نرجع للفكرة الأساسية من منظور الحقوق من منظور الكابيرايت جوهانسون جوهانسون فهنا نحط نعطي أكثر من example ونشوف الconcept من وجهة نظر الكابيرايتس أو ال intellectual property أو patent فهذا هذا المواضيع اللي تهمنا مهما اختلف المواضيع بل لكن كيف يتم التقييم جوهانسون لذلك لابد لابد حتى في الاختبار لابد منكم ترجعون بالكتاب الexample دائما الexamples الموجودة هنا صير مختصرة في بعض ال details موجودة في الكتاب وكذلك الheadlines فضاء الاعتماد يكون على الكتاب وليس على السلايس طيب المنظمة المنظمة اليه المنظمة 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 استخدت استخدت مفاتيح تشفير اخرى وكذلك الموقع استخدت مفاتيح اخرى المنظمة 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 el fulfill . ممكن انها تقلل كذلك نسبة التنافس تطبيق تنها الوصول بشخصية مخفية مخفية لابد انك انا نتعرف على الشخص هذا اللي دخل موقع سواء بكمبيوزر او بادرس محدد العملية نسوي disclosure او بادرس موضوع لالايدنطي سميسي المعنائي في الحقيقة أعماله هذا المثال على الأيتونس جميع الصوتيات كانت محمية بسبب درم خريطة ألغاني في الصوتيات كانت محمية بسبب درم ما تسمى بالFairPlay FairPlay blocked users from freely exchanging Purchase's music ما تكدس تبادل أغاني اللي تمشي رأيها Songs couldn't be played on more than 5 different computers وكذا إلى الآن شوفون بعض أجهزة تبنائك عندك لمدة خمس أجهزة لبعض الفاصلات المقدمة من شركتها Songs couldn't be coupled onto CDs more than 7 times وماكسم حطاك 7 مرّات خالي CD Songs purchased from iTunes store wouldn't play on non-upload devices إذا تمشي رأيها من iTunes لا يستطيع يشتغل على جهاز آخر هذه النقطة طبعاً العودة إلى Songs cannot be coupled onto CDs more than 7 times هذه طبعاً الجاب الموجود هنا بسبب Fair Use دائماً إذا كان الإدعاء على أن نستخدمه بطريقة صحية نستخدمه شخصي فهذا الإدعاء يلزم الشركة حتى أنها تنفذ أو أنها تعمل بعض التسويات أو بعض المصاومات DRM protected music purchased from other online retailers couldn't be played on iPod وكذلك العكسة هي تشتغل ميوزك بمكان آخر وما تقدر تشغلها إلى بعض أجهزة Apple Online music stores drop digital rights management الآن تقليل DRM أو تقليل التمسق ب بعض القواعد الموجودة في DRM consumers complained about restrictions associated with DRM هذا البداية بدأت عملية بدأت تظهر بعد الشكاوي على من الـ consumers على DRM European governments put pressure on Apple to license fair play or stop using DRM فكان في هذه الخطات من الحكومات الأوروبية هي أنها تصير أو إيقاف العمل بـ digital rights management Amazon reached an agreement with all four major music labels to sell DRM free music Apple's followed suit in 2009 وكذلك هذا الكيس تقدر تشون التفصيل موجوده لكثرة ننتقل موضوع آخر اللي هو peer-to-peer networks peer-to-peer networks facilitate data exchange وش نقصد فيها transit network لأنها تصير للإستخدام السريع أو الإستخدام البسيط أو الإستخدام غير الدائم connect computer running same networking program computers can access files stored on each other hard devices كمالك الوصول لبعض أو إستخدام الأجهزة مجموعة الأجهزة مربوطة لبعض ممكن أستخدم المجموعة هذه كيان واحدة تمام؟ تمام؟ How peer-to-peer peer-to-peer networks facilitate data exchange كيف تتم هذا العملية أو تسهيل مبادلة data give each user access to data stored in many other computers وصول إلى data موجودة في أجهزة مختلفة support simultaneously file transfers among arbitrary pairs of computers وكذلك أنها تسمح بعمل نوع من التزامن في تحميل data أنا الآن أسوي download في جهازي مربوطة في شبكة محددة أو أنا داخل جزء من هذه الشبكة فأنا أسوي download data من أكثر من جهاز أو مجموعة من الأجهزة الأشوائية وفي الأخير تظهر عندي كمنظومة واحدة allow users to identify systems with faster file exchange speeds هذه المنزة نصار عملية exchange أو مبادرة الملفات بطريقة سريعة نأخذ مثال على نابستر نابستر هي عبارة عن peer-to-peer music exchange network شبكة متبادل الموزك هولغاني began operation in 1999 sued by RIAA منظمة for copyright violations بانتهاء حقوق النشر called ruled in favor of RIAA كنت بي استحسان ل RIAA went offline in July 2001 اللي هي نابستر توقفت في عام 2001 re-emerge بهارت مرة أخرى في عام 2003 فانتقلت أو أضافت عملية السبسكريبشن صارت ليش تراك صارت ليش تراك صارت ليش تراك أو أنها تتوافق مع مع القوان عندنا فاستراك اللي هو عبارة عن second generation of peer-to-peer network technology used by SACA and Grokster distributes index among large number of super nodes كذلك ما تعتبر شبكة ما في جهة اتصال وبعد هذا أو ما اتواصل مع جهاز وهذا الجهاز تتواصل مع عدة أجهزة لا صارت التواصل مباشرة من الجهاز إلى إلى مجموعة من الأجهزة المنفصلة ويكون في كل جهاز شنك بسيط من file أو من document فتصبح عملية download سريعة ولكن عملية upload بطيئة والسبب أن عملية upload أنا ما أرفع الجهة محددة أرفع المجموعة الجهاز فلن أبد أن يصير segregation للdata وتوزيحها على أجهزة مختلفة نعم نفس التورنت ولكن نفس فكرة التورنت ولكن التورنت يعتبر one step in advance بخطة بسيطة ولكن الconcept نفسه can't be shut down as easily as Napster لأن Napster عبارة عن جهة تتواصل معها وهذه الجهة تتواصل مع عدة أجهزة إذا توقف Napster هذه المثال لا تقدر تتواصل للأجهزة الأخرى وهذا المثال هذا المثال هذا المثال شبيد Napster تواصل مع جهة لا تتواصل مع الأجهزة الأخرى ولكن في الفاستراك يكون التفزيع إذا شرط أنه أجهزة الأخرى شبيد التورنت الآن التورنت يبارة عن put bound connections download much faster than upload تمام اه اجهزة الكون اكتوب see the peel وين شفتها مكسوب محمد احنا 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 طيح عشان بس ما ندخله في details مرة أخرى المادة ما تتكلم لا عن network ولا عن cyber security ولا على encryption ولا على cryptography احنا احنا نأخذ الفكرة تمام والناظرها من منظور ال copyright protection فمن هذا المنظور احنا دائما عشان بس ما ناس تلخبطون حتى مع المواد الأخرى ما نبغى ندخل في details التغاصيل ما هي مرتبطة بالمادة يعني سواء فهمتها او ما فهمتها او ما نالها ارتباط بالمادة تمام ولكن هنبغى نفهم منظور ال evaluation تمام في الأغلب في الأغلب في الأغلب مثل هذه المادة وخصوة عنا فيها details كثيرة وفيها بعض التعقيدات ولكن الفكرة الأساسية من الأشخاص اللي يتوجهون إلى مثلا يكون لك ارتباط بشركة مثلا صغيرة بالبات الشركات الصغيرة او انشاء شركة طبعا التوجه الان تدبونه الى تفعيل هذه الأشياء تفعيل الملكية الفكرية الحقوق وهذه الأفكار فلما نطبقها على التكنولوجي فجار كبير حتى الرقم использ والمحامي المالجة المبلد عنده يعني نافت موقف يعني نافت موقف نافت موقف موقف ايضا نفسنا نحاول 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 من الإعلان من الإعلان نحاول نحاول تعلم ونا نحاول نعاول او سنتصر خلو نستكمل اخوان نخلل الاشر الى الاخير Pipture and ProPad connections download much faster than upload Pipture and speech downloading files broken into pieces تقسيمها different pieces downloaded from different computers used for downloading large files مثل computer programs TV shows والموذي هذا ينفعل من أبريل 2003 RIAA قاموا بعمل عقوبة انه الاشخاص الذين يتبادلون الملفات انهم حذرتهم منهم كنواجهون عقوبة RIAA اه 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 لذا اه 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 اللي يقدمون الخدمات اللي يتواصل مع أجهات زي التورنت فطلبتنا تسوي لازم يعرف الأشخاص هذو اللي يسوون للملفات تمام أطلقت حكم باستحسان فيلزون كشفت عن 261 هوية في سبتمبر بعد ما رفعت عليها قضية راح تكسفت كالهذا 261 شخص يستخدم النظام عندنا بعدها شهرين ثلاث شهور محكمة الإستحسان الأمريكية حكمت أن غير مضطرة لكشف الهويات إلى فصارت ضحية اللي هو 261 ناخذ بعض الأمثلة على الأحكام اللي خوت أو قلبت المعادلة مثل توماس رسلت فدرال جيري أو هيئة المحلفين الفدرالية أطلبوا منها المبلغ ولكن تم تقليل حوصر الدمجز إلى 54 ألف مثال آخر على جول جيري أيود 675 ألف ولكن هيئة المحلة في مطلوتها الرقم ولكن الحكم قل الاستحقاق إلى 67 ألف مبلغ يعتبر او طلح من لغ كبير هذا المثال كذلك موجود الكتاب ونفصل Does RIAA have to prove ما بدنا تظهر او ان تثبت Someone actually copied the songs that people made available on Kaza طيح الحين هذه الكيس او رافعين لبدع يقول لك انه من من حقك اذا انا والله جالس عندي سكر نود فانا من من حقك تحاكمني اذا ما في شخص سوى download من عندي اذا سوى download تقدر تحاكمني فمحكمة نيويورك قالت لا اذا كان اذا كنت اتحت او وضعت التسهيل لعمل مثل هذا الشيء من الناس يكون سوى download من عندك فلا بد نحط تحاكم اريزانا العكس تمام فاذا احد سوى download تقدر تحاكمني ولكن ما تقدر تحاكمني اذا ما حد سوى download هناك اذا كدارك مثال اخر اذا مرحسنا وهي عبارة عن BitTorrent متخصة بالفاعل شهر People downloaded songs, movies, TV shows After 2006, read populace, popularity increased وزادت شهرتهم أو تم الكتابة عنهم فزادت شهرتهم In 2008, the International Federation of the Phonographic Industries سويت for individuals connected with site التشواء بعشخاص مرتبطين بهذا الموضع Defendants أو هيئة الدفاع هيئة الدفاع إنها عبارة عن محرك بحث على دخل بالأشخاص found guilty إنها مضمدة sentence to prison and fine 6.5 مليون ووجد عليها قرامة 6.5 مليون Meanwhile في الوقت الحالي أو في أثناء هذه المعمعة لما يتم إيقاف الشركة لم يتم إيقاف الشركة and it can be applicable in different or worldwide في الأغلب لأنها تعتبر من الدول اللي لها باع طويل في هذه المشاكل فنحن ندرس الكيس وكيف يتم تطبيقها في الدول الأخرى وكيف يتعلق for each download أقل إيطونا music store leading services surpassing Walmart as top music criteria in the United States كذلك المبيعات الإيطونا ارتفعت للتعديت المبيعات لوالمارت استرل إليجال و لكن لا تزال إليجال أو غير نسموح أعمل داولودي far more popular than من legal music services ولكن للأسف إلى الآن أنه الdownload للليجل موسيك أكثر من الليجل طيب protection on software بحماية للسفتوير copyright protection began in 1964 what gets copyrighted ماذا تشمل expression of idea not the idea itself طريقة عرض الفكرة ولكن ليست نفس الفكرة object program not source program or not the source code companies treat source code as a trade secret كذلك أن بعض السركات تقول أن source code يعتبر هذا من سر المهنة أو أنها أساس التجارة أو من بعض أسرار التجارة uh... violations on uh... violations of software copyright software copyrights copying program to give or sell to sell it to someone else افتان سخار تأتي شخص أخر preloading a program onto the hard disk of a computer being sold وكذلك نفتضيف بعض الضلامة جثبية الجهاز distributing auto-ZIA program over the internet أحد الكيسيئة أو أفتان deaf computer versus Franklin computer established that object program are copyrighted وكذلك مثال آخر في سيريا و أكلت كذلك أنك تدخل على تدخل على تدخل على البيتيرز أو البيتيرز أو البيتيرز لهدف اللي هو لبعض المعصفات التقنية وكيف تعدل بعض المشاكل وتم تصنيفه كفير يوز أو استخدام عادة لا أجلس أن تهك نفس البرنامج ولكن أنا جالس أحاول أن أشوف الكريتيرا أو الأفروتش اللي يستخدمه أبراءات الاختراء أبراءات الاختراء أنا لا يقدم براءات الاختراء إذا أول براءات الاختراء كانت في عام 1981 أبراءات الاختراء تم تطرح براءات الاختراء أجهزة أو صفتوير مختلفة 1000 of software buttons now exist مثل Microsoft files over 3000 applications applications annually licensing patterns a source of revenue وكذلك عمل license أو إعطاء التراخيص أصبح أمر مربح secondary market for software buttons مثل اللي هو patent tools مش نقصد فيها companies that specialized in buying patent and enforcing patent right اللي هم تصيدون براءة الاختراء ويطبقون فعلا معايير براءة الاختراء بعدهم يصير عنده براءة الاختراء ولكن ما يعرف كيف يديرها بالطريقة الصحيحة companies would rather settle out of quotes and spend time and money going to trail والأفضل أنك تتوافق مع متطلبات المحكمة أفضل من أنك تجرب تدب وتخسر وهذا مثال الـ RIM RIM لم يتسطل وقالت وقالت براءة الاختراءة الاطلاع 612 مليون وقالت براءة الـ 60 مليون وقالت مليون كنتكت تقول كثير من براءة الاختراءة الاطلاع براءة الاختراءة الاطلاع وقالت الـ office بقعتها ومزل ما يسميها الـ design so it issues bad software patterns obvious inventions get patterns وكذلك كانت في بعض الاختراءات تقدم براءة الاختراء companies with new products getting sued for patterns intrigments براءة الاختراء built stock pairs of patterns as defense mechanism software patterns used as legal weapon وكذلك صارت بعض الشركات براءة الاختراء حلني يصير عندي مجموعة كبيرة براءة الاختراء ممكن تستخدم للمساومة بيزوس تمام الشخص كان من الـ recommendation software patterns should expire in 3-5 years وكذلك حتى تمشي ساكل ما بدنا يصير لها expire date يصير لها تطعى زمني وتنتهي حقك في هذه الصلاحية safe software development reverse engineering companies must protect against unconscious copying solution solution clean room software development strategy for example what we mean with the clean room is team 1 analyze competitors program تحليل برنامج المنافسين and write specification team 2 uses specification to develop software صارت هذه المشكلة وهذه بعض المشاكل للـ patents في الأغلب إذا كنا نتكلم على مستوى software فإن القوة أو التحكم في يد المهندسين أو في يد الأشخاص اللي يعملون على software ولكن بالمقارنة بمقارنة patents مع copyright من حقوق النشر فمن الأفضل منك تعمل حقوق النشر حتى نفس المهندس اللي كان يعمل في هذا software من من حق ينشر ها مالقا لأنها تابعة والشركة اللي كان يعمل فيها طيش ما أخذ التحضير يا أخوان اللي اسم لا اسم اللي يكتب حاضر شكرا شكرا لك